أعمال شغب شهدتها مباراة النجم العهد قبل شهرين ومن بعد هذا النهار تغيرت المعادلة من منافسة جماهيرية رياضية إلى حزبية وطائفية ففي البدء كان النجمويون يسخرون من قلة عدد جمهور العهد مع أن العهد حصد منذ عام 2007 بطولات عدة أما العهدويون فيعتبرون جماهير النجم مشاغبون مع أن عددهم هو الأكبر بين الأندية ولكن وبعد هذه المباراة انقلب السجال إلى معركة حزبية من جهة وطائفية من جهة أخرى فتصاعدت لهجة الهجوم على مواقع التواصل بين الجمهورين فجمهور العهد يرى أن النجمي تابع لتيار المستقبل فكيف يشجعه الشيعة بين قوسين وجمهور النجمي يرى أن جمهور العهد يتصرف بطائفية ومن ليس معنا فهو ضد المقاومة هذه المعادلة رفضتها إدارة الفريقين فكما النجمي فريق متنوع العهد فريق لبناني لا تلائمه الاستفافات المذهبية ولا حتى الحزبية التي تجعله يفقد التنوع في جمهوره ولأن الأمور المتأزمة وصلت إلى حد ظن بعض المتابعين أن اجتماعا نجمويا وعهدايا في مكان واحد أمر مستحيل تبين لنا أن الأمور ليست بهذا السوء فعباس وجهاد مثلا شقيقان متخصمان كرويا في أثناء مباراة العهد النجمي فقط وهؤلاء الأشخاص في هذا المشهد جميعهم أصدقاء ولكنهم من أشرس الجماهير المدافعة كلون عن فريقه اجتمعوا اليوم كما يجتمعوا معظمهم دائما فجاءوا من الضاحية ومن طريق الجديد ومن بربور في محاولة لإعادة السجال إلى مكانه الطبيعي وهو الرياضة نحن نتخلق على الفيسبوك من نتب بعض مية بالمية بس هذه الجمعة عطول تكون موجودة بفترة معينة يمكن تتنشي في دي عمشي جمعة زمان عدنا مع بعض شدينا في رمات شفنا أن الأمور عم تروح عم تروح لمنحة تاني ويمكن حدا يستغل مش متلحنا بدنا اه مش متلحنا هيدا يعني أنا بذكر أنا بذكر أول فيديو عملته عم بتمسخر عن نجمة نضاله عباس عملو له شار عرفت كيف هيك بلشت الأمور لا شك في أن الأراء لم تتوافق وأن كل فريق سيكيل الاتهامات للآخر ولكن مدام النقاش رياضيا بحت فلا ضير في ذلك كان فيه إجماع أنه هن زعران اللي عملو اللي كسر مش انتو عم بحكي اللي كسر احنا خلافنا مش مذهبي ولا بد يكون مذهبي ولا حدا يستقطبنا مذهبيا بالرياضة النجمة هي طاقفتنا بالملعب ومذهبنا بالملعب اللي عم بيعمل إدارة نادي العهد من فطولات إنجازات نادي النجمة عم تقدر تحميله نهاضي في شهدة عم تستشهد عم ينحط صورة هي وعجبها وهي وحاملة عالم النجمة فخلينا ضمن الأخلاقيات الفطبول ولأن الجميع يريد تهدئة الأمور تبدأ المقترحات التي يراها محبول فريقين مفيدة في هذه الفترة بعد هذه الجلسة الممتعة التي لم تخلو من العتب يمكننا الإطمأنان إلى أن هذه الرياضة ستكون بخير مدام الطاولة الحوار قائمة بين الجمهورين فالرياضة في لبنان لا يجب أن تدخل بها الآفتان السياسية والطائفية فتقتل روحها نوال بري قناة الجديد